تشارك رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وتنمية في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك المنعاقدة بالعاصمة الأرمينية يوريفان وتم اختيارها نائبا لرئيس الاجتماعات خلال الدورة الحالية أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية النسخة الحالية من الاجتماعات في ظل التطور الكبير للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مصار رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية والتي عقدت في مارس الماضي حيث يعد البنك الأوروبي أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر